استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه هذا اليوم في قصر الصافرية قداسة القس مايكل لويس رئيس أساقفة الكنيسة الإنجليكانية في أبرشية قبرص والخليج التابع لإقليم الكنيسة الأسقفية للقدس وسائر الشرق الأوسط بمناسبة زيارته للمملكة وخلال اللقاء رحب جلالة الملك المفدى بالقسم مايكل لويس وأشاد بجهوده الطيبة في تعزيز قيم الخير والمحبة والتسامح وأكد جلالته أن مملكة البحرين تعتز بتاريخها العريق في التأخي والتعايش الإنساني والتسامح بين جميع الأديان والمذاهب والتي تعيش كأسرة واحدة متحبة مترابطة بفضل وعي شعبها وتمسكه بالمبادئ الإنسانية النبيلة واحترامه لأهل الديانات الأخرى انطلاقا من تحضره وتواصله مع الجميع مؤكدا جلالة حرص مملكة البحرين الدائم على السلام والمحبة مع الجميع والاحترام المتبادل وأن البحرين ترحب دائما بالجميع على أرضها الطيبة منذ قرون طويلة ونوها صاحب الجلالة بجهود البحرين ومبادراتها العالمية الرائدة التي تسهم في ترسيخ وتعزيز ثقافة التقارب والعيش المشترك والحوار بين الأديان لما فيه خير الشعوب البشرية قاطبة منوها حفظه الله بالدور الإنساني النبيل الذي يطلع به مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وجهوده المتواصلة وإنجازاته المتعددة في هذا الخصوص واستعرض جلالته مع القص مايكل لويس عددا من القضايا التي تسهم في نشر ثقافة الحوار والتسامح الديني بين أتباع الأديان السماوية والتزام نهج الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف والغلوة ومن جانبه أعرب القص مايكل لويس عن شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على افتتاح الكاتدرائية الكاثوليكية الجديدة في مملكة البحرين مؤخرا والتي تعكس رعاية جلالته ودعمه للتعايش بين مختلف الأديان والمذاهب وضمان الحريات الدينية لكافة المذاهب والطوائف في مملكة البحرين ونشر قيم الأخوة الإنسانية والتعايش والتسامح بين الشعوب